النهارده كان فيه صورة للجهاز الفني للنادي الاهلي كابتن سيد عبد الحفيز يتوسط الجهاز الفني للنادي الاهلي بكتصو موسيماني والنادي الاهلي أعلن أنه المناقشة في هذه الجلسة كان أمور تنظيمية في الفريق ده المعلم بشكل رسمي أقول obras لكم الكواليس الكواليس أن الكابتن سيد عبد الحفيز كان بين الرسالة لبيتصو موسيماني والجهاز المعاون إن الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي عنده تحفظ عنده تحفظ على انتقاد اللاعبين في المؤتمرات الصحفية وطلب من الكابتن سيارة بحفيزي ووصل لبيتسو موسماني إنه أي انتقاد للفريق أو أي انتقاد لأي لعب في الفريق ممكن يحصل في الغرف المغلقة ما يحصلش في المؤتمر الصحفي بعد نهاية المباراة زي ما حصل بعد نهاية المباراة الماضية للنادي الأهلي لما بيتسو موسماني انتقاد بعض اللاعبين انتقاد المهاجمين انتقاد برستاو وتكلم إنه هما ما بيسجلوش وأنا مش المفروض أنه أنا أنزل أسجل فده انتقاد للعبين فالكابتن سيد وصل هذه الرسالة وبالتأكيد وصل معها أيضا رسالة الكابتن محمود الخطيب إنه الأداء مش مرضي لا لإقدارة النادي ولا لجماهير النادي خاصة الفريق داخل على مواجهة قوية جدا أمام وفاكس طيف في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا دي كواليس الجلسة وتعمد النادي الأهلي أن ينشر هذا الأمر قدام الناس عشان يفهموا الرسالة اللي وصلت بس يدون توضيح ما هي كانت الرسالة الرسالة زي ما قلت الحقيق من الكابت سيد وصل رسالة الكابتن محمود الخطيب لبيتسو موسماني لا تنتقد اللاعبين في المؤتمرات الصحفية ترجمة نانسي قنقر